كورونا وعلى الرغم من وصف منظمة الصحة العالمية على أنه جائحة تضرب العالم إلا أن الولايات المتحدة تصر على اعتباره وصمة عار صينية تلحق الضرر بدول العالم الرئيس دونالد ترامب لم يتوقف عن تسمية كورونا بالفيروس الصيني أو بفيروس أوهان ما أدى لنشوب حرب كلامية بين واشنطن وبيكين وتبادل للتهم حول مصدر الفيروس أريد أيضا أن أخبر هؤلاء السياسيين أنه يتوجب عليهم في هذه اللحظة معالجة المرض قبل السياسة التلاعب سياسيا بحياة الناس وسلامتهم هو أمر غير أخلاقي ولا إنساني يجب إدانة ذلك من قبل الناس في العالم بما في ذلك الشعب الأمريكي الصين نددت عدة مرات بتصريحات ترامب إلا أن الأخير مستمر في تصريحاته ويتهمها بإخفاء معلومات تتعلق بالفيروس ومعطيات مهمة من الممكن أن تسهل على الدول تجاوز الأزمة أسرع فيما يمنحها أيضا الصبغة السياسية مستغلا الفيروس لضرب اقتصاد بكين بحسب محللين وبينما تستمر الصين مدى أذرعها لتقديم مساعدات طبية لدول العالم ردات نجاحها في تخلص شبه الكامل من الفيروس على أراضيها عرضت المساعدة على أمريكا إلا أن الأخيرة رفضت وأعلنت عن قدرتها الطبية الوقوف أمام الوباء رغم تسجيلها أكبر عدد إصابات في العالم فيما وافقت واشنطن على تقديم روسيا المساعدة لها ونبقى مع أزمة كورونا حيث حذر رئيس الفلبين رودريغو من انتهاك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لاحتواء تفشي الفيروس وقال إن الأزمة بالغة الخطورة ودع الشرطة إلى إطلاق الرصاص في حال حدثت اضطرابات وأكد الرئيس الفلبيني أن الإساءة للعاملين في المجال الطبي جريمة خطيرة لا يمكن التساهل بشأنها مشددا على ضرورة التعاون واتباع إجراءات الحجر الصحي